السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة هنتكلم على طريقة الدفع الالكتروني لرسوم التسجيل ولرسوم الدراسة في المدارس الحكومية بسلطنة اومان طبعا الموضوع بسيط جدا تابعوا معايا الفيديو ده للنهاية عشان تعرفوا الطريقة بكل بساطة انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود في البداية طبعا هندخل على الجوجل وهنكتب طبعا وزارة التربية والتعليم بسلطنة اومان وهتلاقوا رابط الموقع موجود في صندوق الوصفة اسفل الفيديو هضغط على وزارة التربية والتعليم بسلطنة اومان وهلاقي كلمة البوابة التعليمية في الاول هنا اضغط عليها هيفتح الواجهة الخاصة بوزارة التربية والتعليم بسلطنة اومان اللي هي البوابة التعليمية وعشان نقدر ندفع الرسوم لازم نعمل اول دخول على النظام نضغط على كلمة دخول النظام بعدين عندي تلات طرق للدخول اول طريقة هي طريقة الحاسوب وفيها بيبقى فيه اسم ومستخدم وباسورد وطبعا في حالتين لو انت معلم بالتالي هتقدر تدخل اسم المستخدم اللي انت اخدته من المدرسة والباسورد اللي انت شغال به على طول ما فيش اي مشكلة اما لو انت ولي امر مش موجود في التدريس او مش معلم فبالتالي لازم تتوجه لقدارة المدرسة عشان يعطو لك اسم المستخدم والباسورد يلا نكتب اسم المستخدم والباسورد وبعدين نكمل في البداية طبعا لو انت معلم هيظهر لك هنا وظائفي وهتلاقي كلمة معلم واسم المدرسة وهتلاقي هنا لو انت عندك طلاب هتلاقي مثلا ولي امر الطالب فلان في مدرسة كذا مدرسة عائشة ولي امر الطالب في مدرسة القوف مثلا فبالتالي لو انت معلم هيظهر لك وظائف متعددة وعشان تقدر تدفع الرسوم لازم نختار ولي امر الطالب مش معلم نختار ولي امر الطالب اما لو انت ولي امر عادي جدا مش هيظهر لك كلمة معلم دي اصلا لانه بالتالي هيظهر لك بس ولي الامر فقط فهنضغط على ولي امر الطالب هتلاقوا علامة الصح انتقلت من عند المعلم الى ولي الامر كده ممتاز نبدأ نروح على قيمة اعمالي وبعدين على اعمال مدرسية وهنختار اول امر اللي هو تنظيم الطلبة هيفتح للنافذة دي النافذة دي طبعا فيها عندي كلمة تزديد الرسوم تسجيل طالب في مدرسة حكومية وتزديد رسوم نقل طالب الى مدرسة حكومية طيب لو انا عايز ادفع رسوم طالب او رسوم تسجيل طالب لسه اول مرة هيدخل المدرسة فاختار العام الدراسي من هنا هل للعام الحالي ام للعام القادم تمام وبعدين الرقم المدني للطالب وبعدين رقم الطلب لما احنا قدمنا في اول مرة للطالب على البوابة التعليمية بيعطيني رقم الطلب وهقول لكم رقم الطلب ده بتجيبوه ازاي بتروح على علامة الخضرة دي وتضغط عليها وبتلاقي هنا العمليات المكتملة هتلاقي طبعا في عمليات موجودة هنا طبعا انا ما عنديش اي عمليات هتلاقي العملية مثلا اللي هي تسجيل طالب وهتلاقي رقم الطلب موجود بجوارها مباشرة طبعا هي من الظهر عندي هنا لان انا ما قدمتش اي طلبات حالية نرجع تاني تمام كده عرفنا ازاي نسجل طالب جديد ازاي ندفع لطالب جديد بالرقم المدني وبرقم الطلب وبعدين نضغط على كلمة عرض الرسوم طيب نفترض ان انا عندي طالب وعايز اتفعله بروح على اليمين هنا وبختار كلمة بوابة الدفع الالكتروني وهتلاقوا برضو الخيارين موجودين تزديد رسوم تسجيل طالب اللي هو الخيار اللي احنا وقفين عليه دلوقتي والخيار التاني هو تزديد رسوم دراسية لطالب في مدرسة حكومية اللي هو طالب موجود اصلا لما تضغط كده هتلاقي طبعا هنا العام الدراسي بنختار العام اللي احنا موجودين فيه لواء الفين وعشرين الفين واحد وعشرين وهتلاقي اسم الطالب هنا موجود جميع الطلاب اللي انت عندك في المدرسة يعني عندي جنة جنة ومحمد فابدأ اضغط على كلمة عرض الرسوم لما اضغط على عرض الرسوم بيبديني اسم المدرسة بعض البيانات اللي موجودة واجمال المبلغ والمبلغ المطلوب دفعه هو خمسين ريال لازم طبعا عشان ادفع اعمل موافق على الشروط اضغط على كلمة موافق على الشروط واعمل كلمة ادفع هيظهر لي هنا واجهة الدفع الخاصة بالبنك طبعا في البداية هنكتب هنا رقم البطاقة بطاقة البنك اللي هي الفيزا يعني هكتب الرقم وارجع لكم مرة تانية وبعدين تكتب تاريخ انتهاء البطاقة الشهر والسنة وبعدين تكتب اسمك اللي مكتوب على البطاقة وبعدين تكتب الرقم الامني اللي بيكون موجود خلف البطاقة وبعدين هنضغط على كلمة بي ادفع هيظهر لك الوجهة دي وفي الحلقة دي هتلاقي رقم جالك على التليفون مباشرة اللي هو الرقم اللي تقدر تدفع بي بعد ما نخلنا الرقم هنقول بي طبعا هو اعطينينا الفلوس خمسين ريال بيقول لي بي اضغط على كلمة بي وهنقول له ارسال على اي حال وهتلاقي ارسالة هنا طلعت لك مكتوب فيها تمت عملية دفع الرسوم بنجاح وكتب لك هنا رقم العملية رقم عملية الدفع والرقم المرجعي كل شيء لو عايز تحتفظ بصورة من ده ممكن ببساطة تضغط على اداة القصاصة اللي موجودة هنا وتعمل كلمة نيو وتروح واخد صورة من ده كده وتحفظه عندك في الجهاز وعشان تتأكد ان عملية الدفع اكتملت بنجاح هتروح على الصفحة الرأسية وهتعمل برضو دخول النظام مرة تانية هتروح على كلمة اعمالي بعدين اعمال مدرسية بعدين تنظيم الطلبة وهترجع تاني لبوابة الدفع الالكتروني اللي يعلي مين وتقول تزديد رسوم وهتيجي هنا تختار الطالب لواجنا اللي احنا دفعناه دلوقتي وتعمل عرض الرسوم هتلاقي على طول مكتوب لك هنا تم دفع الرسوم وبكده تقدر تدفع مرة تانية لطالب تاني بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب يارب يكون الفيديو نال اعجابكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وكمان تعملوا لايك للفيديو وشير عشان كل الناس تستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته